السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات نرحب بكم اليوم في حلقة جديدة وموضوع جديد بانوان مكملات البوتاسيوم الغذائية وكيفية التعرف عليه عادة ما تستخدم مكملات البوتاسيوم مقترنة مع مدرات البول التي تمنع إعادة امتصاص السوديوم والماء عكس اتجاه من الأنابيب البعيد وذلك مثل الثيزازيد ومدرات البول العروية ولأن ذلك يعزز زيادة طرح الإنيبيب البعيد للبوتاسيوم والذي تكون نتيجة زيادة في طرح البوتاسيوم تتوفر مجموعة متنوعة من مكملات البوتاسيوم منها التي تستلزم وصفات طبية ومنها التي لا تستلزم ذلك ويمكن أن يذاب كولوريد البوتاسيوم في الماء لكل من المذاق المالح المر ويجعل المكملات السائلة غير مستساغة ويتراوح مجال الجرعات الاعتيادية بين 10 ملي مول أي 400 ملي جرام إلى 20 ملي مول أي 800 ملي غرام والبوتاسيوم متوفر كذلك على شكل أقراس أو كابسولات والتي أنشئت كي تسمح للبوتاسيوم أن يترشح ببطء خارج المطرس ولأن التراكيز العالية من ويونات البوتاسيوم التي تظهر مجاورة للقرس الصلب يمكن أن تضر وتجرح الغشاء المخاطي للمعدة أو الأمعاء ولأن الكليتين هما موقع طرح البوتاسيوم فالأفراد الذين يعانون من اختلال وظائف الكلا عردة لخطر الإصابة بفرط بوتاسيوم الدم إن لم يتم تنظيم وتحديد تناول البوتاسيوم عبر الوجبات والمكملات وخلص تحاليل تلوي إلى أنه يصاحب الزيادة في تناول البوتاسيوم اليومي بقدر 1640 ملي جرام انخفاض بنسبة 21% في خطر التعرض للسكتة ولذلك فإنه يمكن أن يكون كولوريد البوتاسيوم وبيكربونات البوتاسيوم مفيدين للتحكم في ارتفاع ضغط الدم الخفيف في سنة 2016 جاء البوتاسيوم في المرتبة 33 في قائمة الأدوية الموصوفة في الولايات المتحدة وذلك بحوالي 22 مليون وصفة أما بالنسبة للتعرف على البوتاسيوم يتم ذلك بواسطة براعم التذوق يمكن التعرف على البوتاسيوم بالتذوق لأنه يحدث ثلاثة من خمسة أنواع من أحاسيس التذوق وذلك حسب التركيز لمحليل أيونات البوتاسيوم المخففة مذاق حلو وهذا يسمح بوضع تراكيز متوسط منه في الحليب والعصائر أما التراكيز العالية فتتزايد مرارتها وقلويتها بتزايد التركيز وتصبح في النهاية مالحة المذاق وذلك تجعل توليفة المرارة أو الملوحة التي تمتاز بها محليل البوتاسيوم عالية التركيز مكملاته السائلة ذا مذاق غير مستساغ هكذا انتهت حلقة اليوم التي أتمنى أن تكون نالت إعجابكم وأفادتكم على أمل أن نلقاكم قريبا بإذن الله تعالى